بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل ما بدأنا في المحاضرات السابقة وخاصة المحاضرة المتعلقة بالاتحاد المركز تناولنا في المحاضر السابقة الاتحاد المركزي وقلنا كيف ينشأ الاتحاد المركزي كذلك النتائج التي تترتب على الاتحاد المركزي كذلك توزيع الاختصاصات في الدولة التي تأخذ بالاتحاد المركزي اليوم نتقل إلى موضوع وهو موضوع مكمل موضوع الاتحاد المركزي وهي دراسة بعض الدستير التي أخذت بالاتحاد المركزي ونخصص محاضرة اليوم للدستور الأمريكي الدستور الأمريكي تم وضعه عام 1787 وأصبح نافذ المفعول عام 1789 حيث اتفقت الولايات الأمريكية التي كانت منتظمة في اتحاد تعاهدي على تطويره إلى اتحاد مركزي قوي أحدد هذا الدستور المذكور اختصاصات الدولة الاتحادية على سبيل الحصر وترك موعد ذلك إلى الولايات سؤال ما هي المؤسسات الدستورية الاتحادية التي نص عليها دستور عام 1787 طبعا نص الدستور على ثلاث سلطات اتحادية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية نأتي إلى السلطة التشريعية وهي السلطة الأولى أو ما تسمى الكونجرس تتكون طبعا السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب ينتخب الناخبون أعضاء هذا المجلس بصورة مباشرة وعدد أعضاه 438 عضوا على أساس عضو واحد لكل 400 ألف نسمة ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن لا يكل عمره عن 25 سنة وأن يكون حاصلا على الجنسية الأمريكية منذ سبع سنوات على الأقل قبل الترشيح وأن يكون عند انتخابه مقيما في الولاية التي ينتخب بها أما مدة عضوية المجلس فهي سنتان أما المجلس الثاني وهو مجلس الشيوخ ينتخب أعضاء هذا المجلس بصورة مباشرة ويتألف من 100 أضو ذلك على أساس المساواة بين الولايات حيث تمثل كل ولاية بعضوين ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن لا يقل عمره عن 30 عاما وأن يكون متمتعا بالجنسية الأمريكية منذ سنوات على الأقل قبل الترشيح طبعا وأن يكون عند انتخابه مقيما في الولاية التي ينتخب فيها حس السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب يتم انتخاب أعضاء حسب الكثافة السكانية أو عدد السكان لكل ولاية يشترط في هذا المجلس أن لا يقل العمر عن 25 سنة حاصل العية جنسية منذ 7 سنوات وأن يكون مقيما في الولاية التي ينتخب فيها مجلس الشيوخ لا مو على عساس الكثافة السكانية لا كل ولاية لها عضوين سواء كانت هذه الولاية عدد سكانها 40 مليون أو عدد سكانها مليون ويشترط في المرشح العمر 30 عاما وأن يكون متمتع بالجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات وكذلك أن يكون مقيم في الولاية التي ينتخب فيها مدة الأضوية في المجلس الشيوخ هي 6 سنوات يعاد انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل سنتين يعني كل سنتين ينتخبون ثلث أعضاء هذا المجلس أما مدة الأضوية في مجلس النواب هي سنتين واضح هذا ما يتعلق بالمجلسين ننتقل إلى اختصاصات السلطة التشريعية طبعا السلطة التشريعية تختص الاختصاص الأصلي والمعروف هو سن القوانين أو تشريع القوانين على مستوى الاتحاد بأكمله وكذلك يباشر المجلسان هذه السلطة سلطة سن التشريع القوانين على قدم المساواة مع وجود رجحية المجلس النواب فيما يتعلق باختراح مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الضريبية دون مجلس الشيوخ ويعتمد المجلسان في تسيير أعمالهما على نظام اللجان الدائمة التي تتوزع على كافة الأنشطة التشريعية وتقوم هذه اللجان بعقد جلسات عامة ولها أن تعين اللجان للتحقيق وأن تستدعي أي شخص لاستفاد منه في إعطاء معلومات تفيد وفي حال اختلاف المجلسين حول مشروع قانون ما فإن الطريقة المتبعة تتمثل بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة التوفيق التي تتكون من أعضاء يمثلون المجلسين وتقوم هذه اللجنة بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وفي حال فشلها يهمل مشروع المختلف عليه نهائيا هسا ذا صار اختلاف حول مشروع قانون بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب شلو ينحل هذا الخلاف؟ الجاوب ينحل هذا الخلاف عن طريق تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة التوفيق واضح؟ فضلا تمارس السلطة التشريعية اختصاصات أخرى مثل أعداد المضمون الفكري للتعديلات الدستورية كذلك لها حق مراقبة سير المرافق العامة وكذلك السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشيوخ تعين كبار الموظفين كذلك المعاهدات الدولية لا تعد نافذة ما لم يصادق عليها مجلس الشيوخ بغلبية الثلاثين وفي بعض الحالات يقوم السلطة التشريعية المتكونة من المجلسين بإجراء انتخابات رئاسية في حالة عدم حصول مرشح الرئاسة على الأغلبية المطلقة عيث يقوم مجلس النواب باختيار الرئيس من بين المرشحين الذين حصلوا على أكثرية الأصوات ويقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس هذه اختصاصات السلطة التشريعية كونغرس اختصاصات بالأمور التشريع وطبعا هناك مساواة بين السلطتين باستثناء الضرائب كذلك اختصاصات في تعين الموظفين كذلك اختصاصات في انتخاب الرئيس كذلك اختصاصات في المعاهدات الدولية ننتقل إلى السلطة الاتحادية الثانية التي نص عليها الدستور وهي السلطة التنفيذية طبعا النظام الأمريكي نظام رئاسي نقول نظام رئاسي يعني السلطة بيد الرئيس المتخب من قبل الشعب نشوف كيف ينتخب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أو كيف يختار الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك ما هي اختصاصات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعد رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية أفقاً للمادة الثانية من الدستور الأمريكي حيث يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة اختيار الرئيس ينتخب الشعب الرئيس الدولة بصورة مباشرة من الناحية العملية من الناحية العملية ينتخب الرئيس بصورة مباشرة أما من الناحية النظرية تم العملية الانتخاب بأربعة مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى باختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها المرحلة الثانية ينتخب المواطنون الناخبين الرئيسيين المرحلة الثالثة هؤلاء الناخبين الرئيسيين يختارون الرئيس ونائبه من ثم ترسل النتاج إلى مجلس الشيوخ بغية أعلانها والمرشح الذي يحصل على أغلبية عدد الناخبين الرئيسيين يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية واضح؟ طبعاً ما هي الشروط التي يجب توفرها في المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولاً أن يكون مواطناً مولوداً في الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً أن تكون مدة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية أربعة عشر عاماً أولاً أن يكون مواطناً أمريكيناً مولوداً في الولايات المتحدة الأمريكية نتقل إلى اختصاصاته أو سلطاته أول اختصاصاته تعين الوزراء وأقالتهم من مناصبهم باعتبار النظام الرئاسي فالرئيس المتخب من قبل الشعب هو الذي يعين الوزراء وهو الذي يقيلهم من مناصبهم ويطلق في الولايات المتحدة على الوزير سكرتير وعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ وكذلك له حق أقالتهم والوزراء لا يشاركون الرئيس السلطة بل هم مساعدين للرئيس له أن يأخذ بنصيحتهم أو لا يأخذ بنصيحة هؤلاء الوزراء والوزير الذي يعترض على سياسة الرئيس له الحق أن يستقيل ولاحظنا طبعاً في فترة رئاسة ترامب كثير من الوزراء قدموا استقالتهم وتنحوا عن العمل في حكومة الرئيس الأمريكي ترامب مثل وزير الخارجية كذلك وزير الدفاع حس أول اختصاص أو سلطة تعيين الوزراء وقالتهم من مناصبهم الاختصاص الثاني تعيين كبار الموظفين الفيدراليين ذلك طبعاً بعد موافقة مجلس الشيوخ وكذلك له حق عزل الموظفين حسب قواعد القانون الخدمة المدنية دون موافقة مجلس الشيوخ يعني تعيينهم بموافقة مجلس الشيوخ لكن عزلهم لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الاختصاص الثالث هو قيادة السياسة الخارجية للدولة حيث يعتبر رئيس هو رئيس الجمهورية أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورمز للأمة هو الذي يمثل الولايات المتحدة الأمريكية أمام الدول الأخرى كذلك استقوال المبعوثين الدبلوماسيين فضلا عن تعيين السفراء ولهو حق التفاوض مع الدول الأخرى كذلك يوقع المعاهدات والتي لا تعد نافذة إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ وللرئيس السلطة بالاحتراف بالحكومات الجديدة طبعا الحكومات التي تظهر في الدول الأخرى فلهو الحق بالاحتراف بهذه الحكومات الجديدة هسا الاختصاص الأول تعيين الوزراء الاختصاص الثاني تعيين كبار الموظفين الاختصاص الثالث ما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة الاختصاص الرابع هو قيادة الجيش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو القادة الأعلى للجيش الأمريكي ويشرف على سير العمليات الحربية أما قرار أعلان الحرب فهو اختصاص مشترك بين الرئيس الأمريكي والكونغيرس الكونغيرس طبعا متمثل بالسلطة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ واستطيع الرئيس أن يطلب من الكونغيرس سلطات استثنائية واسعة خلال الحرب دائما يستمعون مجلس الشيوخ أو الكونغيرس خول الرئيس الأمريكي سلطات استثنائية بالحرب أو باستمرار الحرب أو بتوقف الحرب فيستطيع من خلال طلب يقدم إلى الكونغريس بمده بسلطات استثنائية واسعة خلال الحرب وكذلك مواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية الأختصاص الرابع والخامس والأخير هو حق العفو حيث يجوز لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يعفو عن المتهم مباشرة بعد النطق والحكم أو أثناء العقوبة في السجن وله كذلك أصدار العفو بعد انقضاء العقوبة وللرئيس في حالة حرب أهلية أو الثورات أصدار العفو العام بعد توقف الأعمال العدائية هس السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية والشعب هو الذي ينتخب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار نظامهم نظام رئاسي مو برلماني وتمر هذه عملية التخاب قلنا بأربع مراحل أول مرة الأحزاب السياسية تختار مرشحين طبعا عندنا حزب جمهوري وحزب ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء يختارون مرشحين من ثم الشعب ينتخب الناخبين الرئيسيين وهؤلاء الناخبين الرئيسيين انتخبهم الشعب هم الذين يختارون الرئيس ونعبه من ثم ترسل النتائج إلى مجلس الشيوخ حتى يتم إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طبعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مدة بقائه بالحكم هي أربع سنوات قابلة للتجديد أربع سنوات مرة واحدة فقط شروط المرشح للرئيسي قلنا أن يكون مواطنا مولودا في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مدة أقامته في الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أربعة عشر عاما كذلك أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما أما اختصاصاته قلنا اختصاصات له اختصاصات واسعة وكبيرة بتعليم الوزراء بتعليم الموظفين كذلك في الشؤون الخارجية كذلك أصدار العفو وكذلك قيادة الجيش نتقل إلى السلطة الاتحادية الثالثة وهي السلطة القضائية ممن تتشكل السلطة القضائية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية تتشكل السلطة القضائية من عدة محاكم تقف على رأس المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الاتحادية العليا وفق الآتي طبعا المحكمة الاتحادية العليا بعدها محاكم الاستيناف بعدها محاكم المقاطعات بعدها المحاكم الخاصة طبعا سؤال ممن تتألف المحكمة العليا والمحكمة الاتحادية العليا تتألف من رئيس وثمانة أعضاء عينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ من عينهم هسه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ عضوية المحكمة طبعا غير محددة بمدة حيث يستمر القاضي في مباشرة وظيفته ما دام حسن السيرة ولكن يجوز القاضي الذي يبلغ السن السبعين احتزال الخدمة إذا كان قد قضى عشر سنوات بوصفه قاضيا فدراليا أو سن الخامسة والستين إذا قضى خمسة عشر عاما كقاضي فدرالي سؤال ما هي اختصاصات المحكمة العليا الجواب للمحكمة العليا نوعين من الاختصاص أحدهما أصلي والآخر استئنافي الاختصاص الأصلي يتمثل بقيام المحكمة العليا بالنظر في نوعين من القضايا ابتداء أي دون أن تكون هذه القضايا قد استأنفت واسطة محكمة تحادية دنيا أو محكمة ولاية عليا ويشمل النوع الأول الدعاوة المتعلقة بالسفر ووزراء الدول الأجنبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعني الدعاوة التي يقوم بها السفراء الدول الأجنبية أو وزراء الدول الأجنبية أما النوع الآخر يشمل قضايا التي يكون قصوم فيها ولايتين أو أكثر أو تكون الولايات المتحدة خصما لولاية من الولايات يعني تكون قصومة بين ولايتين من الولايات المتحدة الأمريكية أو تكون الخصومة بين السلطة الاتحادية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبين ولاية من هذه الولايات المكونة لولايات المتحدة الأمريكية يعني بين السلطة الاتحادية بصورة مبسطة وبين ولاية من الولايات أما الاختصاص الاستعنافي يشمل الأحكام التي تصدر عن الأحكام الدنيا أو المحاكم العليا في الولايات ولقد تطور هذا الاختصاص على مر التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية حتى استقر في الوقت الحاضر على جواز استيناف نوعين من الدعاوة وهي القضايا التي يدعى فيها الخروج على نص من نصوص الدستور التحادي أو المعاهدات والقوانات التحادية وهدر بعض الحقوق المنصوص عليها النوع الثاني القضايا التي يدعى فيها بوجود تعارض بين دستور ولاية والدستور التحادي أو معاهدة عقدة وفقا لهذا الدستور وقانون التحادي هذا ما يتعلق بالسلطة القضائية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية بس وضحنا دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث النشأ وكذلك وضحنا المؤسسات الدستورية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية وقلنا هناك سلطة تشريعية متمثلة بالكونغرس متمثلة بمجلسين مجلس نواب ومجل الشيوخ كذلك السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويعاونه الوزراء المعينين من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كذلك السلطة القضائية الاتحادية إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته